اشتركوا في القناة احور النظام الحديث واصعب مادة ممكن تحدد مستقبل اكتر من نصف مليون طالب جاينا النهاردة انطمنكم ان لسه فاضل في الوقت كتير اربع شهور فاضلين واعتقد ان الاربع شهور لو خلينا عنوانهم صاحب الهم ما لا يعجزه شيء لو خلينا عنوانهم ما تأخر من بدأ لو خلينا عنوانهم يسعي كان اكيد اكيد هيبقى ان شاء الله في معجزة في نهاية الاربع شهور ده صدقني كل العبقرة صدقني كل اللي رتبه جمهورية صدقني كل الناس اللي فرحت اخر السنة وكان فرحة مدوي على مسمع ومرأة الجميع كل الناس اللي اتشاور عليهم بالبنان صدقني نصهم بدأ متأخر وصدقني كلهم كانوا تقريبا نص قدرات فدايما دايما ما تعجز انك انت ان شاء الله تقوم وتقف مهما كان التأثير اللي كان عندك خلال ال7-8 شهور اللي فاتت صدقني اللي 4 شهور تقدر تصنع فيهم المجهزات بس انفض بس التراب عن ايديك شد كده العزيمة وخلي دايما ان غطاء الهمة العالية هو اللي يكون ردائك الفترة اللي جاية خلي دايما تسمع الرسائل الإيجابية من كل المحيطين بيك خليهم دايما من دلوقتي اني ندولك يا دكتور اني ندولك يا مش مهندس اني ندولك بكل اللي بتحبه وصدق انها توصل في مرة من المرات يا أولاد كان مجموعة من الكهنة في قرية الصينية بعيدة قرروا ان هما يصنعوا تمثال تقريبا حوالي 5 تن دهب اعجاز حاولوا يعملوه عشان يخلت ذكرهم للأجيال اللي بعد كده وبالفعل صنعوا التمثال وبعد فترة جات لمسامع القرية اني فيه جيش بيخرب وبيدمر هيغزوا القرية قريب خافوا على التمثال حطوه جوه طبقة او غطوه من بره طبقة ساميكة جدا جدا من الكولينايت طلاب الجيولوجيا طبعا عارفين يعني كولينايت حاجة كده شبه الطين اللي لها بريق طرابي يعني حاجة لو الجيش دخل ودمر وخرب وقتل ونهب عمره ما يفكر يسرق تمثال من الطين على الرغم انه كان جوه دهب وبالفعل المسامع والاخبار اللي توالت حصلت فعلا وجاء الجيش ودمر القرية دي ولما شافوا التمثال ما تدولوش اي اهتمام شايفين ان القدرات بتاعت التمثال ضعيفة شايفين ان التمثال ده مش هيقدر يحقق طموحهم او يعني نهمهم الاقتصادي في نهب القرية دي التمثال ليس له قيمة كذلك انت دلوقتي كتير فاكرك من غير قيمة كتير فاكرك من غير قدرات لكن انت هتثبت العكس ان شاء الله في الاربع شهور دون وبالفعل خلص الجيش مهمته ويساب القرية وغادر لكرة تانية عشان يغزوها ان هي تنقل التمثال اللي متطين ده للعاصمة بكين وبعد كده واسناء نقل التمثال وكان عملية نقل التمثال ليلا وكان للأسف الجو شتا جامد وصممت السلطات ان هي تنقل التمثال في الجو في الظروف دي وبالفعل نقلوا التمثال عملية نقل التمثال ما كانتش ناك حمياة في المية يعني واقع التمثال من على قلية النقل او الشاحنة اللي كانت المفروض تنقله وتشرخ التمثال شرخ بسيط واحد من المهندسين اللي كانوا بيقولوه كان ضقيق جدا في شغله خليك انت كمان ضقيق في مذاكرتك وكان بيدور على كل التفاصيل في نظامك الحديث محتاج تدور على كل التفاصيل المهم ان التفاصيل استرعت انتباه المهندس ده وبدأ يجيب البطارية ويشوف الشرخ اللي حصل ده هيغير من جمال التمثال ومن قيمته الأسارية ولا لا وبالفعل بدأ يسلط ضوء البطارية أو الكشاف على التمثال لدرجة انه لاحظ شيء غريب جدا المهندس ده عنده ملم بمنهج الجيولوجيا إلى حد ما فلا ان التمثال بيعكس بريق والكولنايت ده اللي هو الطين ملوش بريق بريق وطرابي لما انعكس ضوء لامع من جوه التمثال قال مش معقول ان يكون الدوء اللامع ده هو انعكاس من الطين بدأ يجيب المعدات ويوسع الشرخ شوية شوية وسع الشرخ شوية شوية لغة ما وقف هو وكل المعنيين بنقل التمثال في زهول تام الزهول ده كان مصدره ايه كان مصدره ان الدوء المنعكس من التمثال كان كامل خمسة جراء خمسة طين دهب خمسة طين دهب عكسوا البريق حالة الزهول ما كانتش في فكرة ان جوه الطين كنز وصارت الحكمة الصينية الشهيرة جدا ولفت العالم وبنقولها النهار ده على هوا معاكو ان بداخل الطين كنز كان الزهول يا ولاد وكان الزهول ليكو دلوقتي ان انت زي التمثال ده بالزبط جوهك قدرات عالية جدا جدا واخد بالك ربنا عز وجل ما خلقكش ناقص حاجة عن زميلك خلقك بس ناقص همه والهمه دي هي وسواسته واستحواز الشيطان عليك صحبة سيئة بتاخدك لورا مش بتاخدك لقدام حد دايما بيكسل من همتك وحد دايما بيزخر منك انك مش هتقدر قول لي كم واحد ادره وما كانش عنده قدرات انت هتيبقى واحد من ده ان شاء الله ارفع شعارين من دلوقتي صاحب الهمه لا يعجزه شيء وارفع ان بداخل الطين كنز انت ان شاء الله مش طين انت الكنز نفسه ندخل في موضعنا يا ولاد ان شاء الله هيبقى معانكو اقول حلقات مستر بيولوجي في مادة الاحياء هنطلع معكو ان شاء الله عشان نراجع على المنهج كله مرجعتنا للمنهج كله هتبقى بنظام مختلف جدا بنظام متعودش اكتر من عشرين سنة سبقوكو ان هم ياخدوا المنهج بالشكل ده وبالطريقة دي هنعمل ريفيو سريع على الجزء اللي هنرجع سبما نحل بعض الاسئلة عليه يارب نكوننا استفيد كويس جدا ودعو دايما كده قبل البداية اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما خلينا في البداية نقول ان اول درس عندنا في التقاصل اللاجينسي كان ايه اول درس كان التقاصل اللاجينسي وكان في البداية بيعرفك ايه التقاصل اصلا وغريبة اول خدني في منحة بعيد عن التقاصل في بداية الدرس قالك ان التقاصل ده في الاول الطاقة احنا بنستخدمها في عدة وظايف واحد دلوقتي مش هيبقى مشغول ان يجيب ناس الجديد قبل ما يكون مشغول بانه يأكل ويشرب وانه يأمن حياته يعرف يخرج يعرف يتنفس يعرف يبزي المجهود وبالتالي كان كل هم وشغله شاغل انه يكون يستغل الطاقة في عمليات حيوية كتير جدا قبل ما يقوم بالتقاصل ولذلك حطينا التقاصل فارزي تاني حطينا التقاصل درجة تانية من الأهمية حطينا التقاصل حاجة مش بيسع عليها الكائن الحي الا انه يفضل يكون الايف الاول تبحث عن الحياة وتبحث عن التنفس وتبحث عن الاخراج ولا تبحث عن انتاج افراد جديدة لا لقيني النهاردة وبعد كده خلينا تقاصر بكرة فعشان كده الطاقة كانت في الاول قلنا بتتوجه لكل العملات الحيوية اكسبت التقاصل بعد شوية لما انت تبقى آمن على مستقبلك لما تبقى انت آمن على حياتك لما تبقى انت آمن على اكلك وشربك وتنفسك فكر بقى تجيب نسل جديد ولذلك الطاقة في الفترة من منذ ولادة الكائن الحي لغتمة سن البلوغ اللي هيبقى معاه تقاصل سواء جنسي او لا جنسي او الفترة اللي هتستلزم حدوث التقاصر اصلا الفترة دي هيبقى الطاقة كلها متوجهة للنبو وعشان كده قلنا التقاصر فارزي تاني او اقل همية بدليل ان احنا لو شرنا عضو من عضاء التقاصر عند اي كائن من الكائنات الحية بيكمل حياته عادي ولذلك هناخد اسئلة مهمة جدا في الجزئية دي لان بدايات الدروس خد بالك مهملة من الطالبة والكتب الخارجية ومن ظروف كتيرة جدا حول المنهج حضرتك انت ما ينفعش يبقى الطالب اللي بيدور على اعلى درجة ومش هقدر قول انه على درجة 99% طبعا انتو عارفين دا كويس بس الطالب اللي بيبحث عن اعلى درجة ما بيسيبش تفاصيل وراء يبقى التقاصر فارزي تاني اتفقنا يبقى الاخراج والتنفس اهم منه اكيد اتفقنا وزيلة عضاء التقاصر عند حصان وزيلة عضاء التقاصر عند خروف كامل حياته بشكل طبيعي وما متش والزيك التقاصر وإحنا بنعرفه بقول مهم عملية حيوية هيقوم بها الكائن الحي لا يقوم بها الا الكائن الحي ما تقدرش تقول ان التقاصر ضروري لحياة الكائن الحي شفت الفرق في التعريف مهم لحياة الكائن الحي لا لا يقوم بيه الا الكائن الحي طبعا وطبعا هناخد استثناء كده على الفيروسات وبعض انواع البرويدات وغيره اللي هي مش كائنات حية بس بتتكاصر ننتقل النقطة اللي بعدها التكاصر حضرتك قلنا زلنا عضاية التكاصر كامل الفرد حياته بشكل طبيعي أكيد التكاصر ده لو قدر بعض الكائنات ان هي تعيش دلوقتي حضرتك مفيش حوالينا ديناصورات مفيش حوالينا فيلماموس مفيش حوالينا كائنا أركو بتريكس الطائر اللي كان يطير مرة واحدة بعد ما كان يزحف كائنات كتيرة جدا سمعنا عنها بس في الكتب مش موجودة دلوقتي ليه قال لي عشان أسلفها ما قدروش ان هم يوصلوا عملية التكاصر ولا يكملوا من آلاف السنين حضرتك للتسمعنا دلوقتي انت طالب ثلت سنة والدك موجود آه جدك عارفه آه كل دول نجح اللي هم يوصلوك للحياة دلوقتي يبقى دليل عن البني آدم نجح في القيام بعملية التكاصر يبقى أي كائن هنشوفه نجح نجحت أسلافه في القيام بالتكاصر أي كائن مش بنشوفه يبقى أسلافه أجداده ما قدروش يقوم بعملية التكاصر بعد كده قلنا ان التكاصر معين تكاصر جنسي وتكاصر لا جنسي طبعا عشان ما ناخدش وقت كتير في المقارنة اللي كتير منك وذاكرة هقول شوية فنيات فيها بس في التكاصر اللا جنسي ما فيش تنوع وراسي في التكاصر اللا جنسي مش مكلف لا في الوقت ولا بالطاقة ولا مكلف حتى بيولوجي يعني بيولوجي فرض واحد كلمة بيولوجي يعني أحياء مستر بيولوجي اسم البرنامج أحياء يبقى فرض واحد بس هو اللي بيقوم بعملية التكاصر في حالة التكاثر اللاجنسي طب في التكاثر الجنسي اتنين هنا يبقى فيه ميكس فيه خليد في الجينات هيحصل او هينتج من ايه هينتج في الكائن الحي جديد ولذلك مين اهم التكاثر الجنسي ولا لا جنسي اكيد دي الجنس اش معنى شان الكائن اللي حي مش هيبقى النسخة تبكى الاصل من الابوين تخيل كده انت ناكم على ابوك مثلا في زكاؤه اه يعني ناكم عليه في زكاؤه عرسلين انت غابي جدا يعني ناقم على ابوك في زكائه تخيل ناقم ها وزكاء يبقى كد ناقم عليه في غباءه تخلى وربنا عز وجل خلقك وانت عارف ان انت غابي او كده خلقك وقلت انا غابي طالع لوالدي حياتك هتبقى عاملة ازاي حياة مش هتستقيم فخلى ان غباءك ده او زكائك ده مستوحى من الابوين قدراتك الزهنية على رغم ان الزكاء النص وراسي لكن قدراتك الزهنية طولك طول قمتك حتى لون شعرك لون بشرتك كل صفاتك بتبقى ميكس بين الابوين ولذلك سمعنا مصطلح جينات سمعنا مصطلح دين سمعنا مصطلح كرمسومات في التكاثر الجنس تكاثر الجنسي بيكلفني اوي محتاجين فترة طويلة نوعات عبال ما يبقى الفرض يبلغ لانه مش هيقدر يتولد يقوم بالتكاثر تاني يوم لازم يعد فترة جديدة فترة كبيرة جدا من البلوغ ممكن تكون في البنادة من 13-14 سنة عبال ما يوصل لمرحلة البلوغ يبقى هنلاقي في الميزات في التكاثر الجنسي سريع ما بيكلفنيش فرض واحد ما بيأخرنيش هيلقى ان التكاثر الجنسي ما فيش تنوع مراسي اه لكن فيه وفرة في الناس لكتير جدا ولذلك لما بنلاقي التفايليات وبنلاقي الأسماك وبنلاقي الكائنات اللي عايشة صعبة في الطرياض غير كل الكائنات دي دايما بتبقى محتاج نسل كتير جدا عشان هي وبتولدهم عارفة نص النسل ده هيموت فبتعمل حسابها بده عشان كده احنا ممكن نستنتج فنية هنا انه كلما زاد ركويل كائن الحي قلت قدرته على التجدد نقدر نستنتج انه كل مكان الحي كائن الحي بيتعرض لمخاطر كبيرة هتزيد كدرته هتزيد كدرته على التكاثر كلما كائن الحي عمره بقى صير هتزيد كدرته على التكاثر يعني يتزيد كدرته على التكاثر يعني انت كتير عشان عارف انه محتاج يعوض كتير من اللي هيكون فاقد منه التكاثر الجنسي قلنا طبعا الكائنات بتبقى فيه منتهى الرقي الولد اللي هيجي او الطفل اللي هيجي او الكائن اللي هيجي هيلقى رعاية عالية جدا من الاباء وبالتالي هنحافظ عليه لو سخن هنروح لبيل الدكتور لو تعب هنحيطه باشمل واعلى وسائل الرعاية فعشان كده انا مش محتاج غير واحد ولا اتنين بس تخيل ان الانسان هيقعد ستين سبعين سنة عايش يقدر ينتج له كل سنة طفل لكن فطر هيعيش له عدة ساعات ينتج قد ايه ينتج كتير جدا عشان اللي هيعيش عدة ساعات ويموت ده يسيب وراه نسل كتير جدا جدا تخيل ان بكتريا او فطر لو اتغيرت الظروف بيهلك انت لو جالك شتاء او جالك شوية حر بتعيش وبتقدر تتكيف شفت بقى في الوقات التكاثر الجنسي واللا جنسي بتفرق ازاي تكلمنا بعد كده في الانشتار السنائي كاول صورة من صورة التكاثر الجنسي يبقى احنا كده خدنا مقارنة سريعة عبر انتكاثر الجنسي واللا جنسي ندخل بقى على صورة تكاثر الجنسي حضراتكم عارفيني صورة تكاثر الجنسي كتير جدا انشتار سنائي معانا ودي ابسط حاجة موجودة ليه صحيح حتة فانية هنا مهمة جدا ليه الانشطار السونية أبسط حاجة قال لك هو أصلا أول صورة خلقت لأول كائن تخلق فاكر أنت في الجيولوجيا لما انت خدت في أول عصر من العصور الجيولوجية ظهرت البكتيريا الهوائية والله هوائية يبقى أول كائن موجود على سطح الأرض كانت البكتيريا والبكتيريا انشطرت سونائي أو صورة التكاثر بدايتها انشطار سونائي يبقى خلاص هو أبسط صورة ده مش كده وبس لو أنا معايا الورقة دي وأسمتها نصين كل نص ورقة من اللي هتأسم هيكمل لفرد جديد في أبسط من كده طريقة ممكن أشرحها لك مش معقدة فعشان كده هي أبسط صورة تكاثر اللاجينز خد بالك أن الانشطار السوني بيعتمد على الانقسام الميتوزي صح؟ آه بس أساسا في كل عملية انشطار بيطلع اتنين بيطلع اتنين كائن فمعنى كده أن لو شاطر ثلاث مرات قلنا بصورة جميلة جدا بتحط الاثنين أساس وعدد مرات الانقسام أس بمعنى لو أنا عندي أميبة بكتيريا يوجلينا براميسيو مدول الكائنات أو الأوليات الحيوانية اللي بتنشطر سوني في أول صورة بنقولها دلوقتي كل فرد هينشطر سوني هيطلع ويتكون منه فردين طب انشطر مرتين بأربعة طب تلات مرات مش عقود أحسب بقى أنا قلت لك طريقة جميلة جدا بتحط الاثنين أساس مش هو أساسا في كل مرة بينطلع اتنين قال لي آه طب عدد مرات الانقسام دي مفتوحة خلاص دي حطها أس الأس متغير لكن الاثنين أساس سابت يبقى اثنين أس ثلاث عشان انشطر ثلاث مرات اثنين أس أربعة عشان انشطر أربع مرات اثنين أس خمسة وهكذا وبتحسب يبقى اثنين أس ثلاثة بتمانية اثنين أس أربعة يبقى ستاشر مرة وهكذا لأن فيه طلب تتخدع وقول لك ايه انشطر سوني قميبة انشطر سوني لخمس مرات تنتج كم فرد قالك تنتج 2 في 5 و 10 غلط 2.5 بـ 32 وقالنا الانشطار السنائي فيه صورتين انشطار سنائي عادي في الظروف المناسبة وانشطار سنائي متكرر لازم تعرف بإيه هي الظروف المناسبة والغير مناسبة المناسبة مثلا زي درجة البيئتش ممتازة أنا بحبها درجة الحرارة ده الجو المثالي بالنسبالي فيه وفرة في المية ما فيش حاجة صعبة هو لكن ظروف غير مناسبة البيئتش تغير أنا كنت بحب المتعادل بقى حمد كنت بحب القلو بقى متعادل البيئتش تغير درجة الحرارة زادت أو قلت الظروف النضرة المية الملوحة قلت أو زادت كل ده ظروف غير مناسبة قلنا لو في مناسبة يبقى انشطار سنائي بس لو غير مناسبة يبقى انشطار سنائي متكرر يعني متكرر قالك بتيجي الأميبة تحوط نفسها بغلاف كايتيني وتتكسر داخله عدة مرات وتحوط نفسها بغلاف كايتيني وتتكسر نفسه جواها عدة مرات خد بالك كايتيني مش كيوتيني وده نقطة تركز عليها عشان لو جاء اللي في مدى صحة العبارة الاتية تحوط الأميبة نفسها بغلاف كيوتيني لحضرتك ده الكيوتين ده كان في المناعة أو في الدعامة والمناعة في النبات مش تبعنا خالص هنا في التكسر اللفظ يتغير هنا اسمه كايتيني سميك نعمل يمي الكايتيني قالك الكايتيني بيحميني من الظروف اللي برا يبقى الدنيا تشتي الجو يبقى حار المية تتغير أنا ولا أنا في دنيا تانية بتكسر جوا وبعمل اللي أنا عايزه ومنين ما تحسنه ظروفك وأنا هطلع عشان كده غالبا لو سألك قالك المفروض إن الأميبة بتعمل انشطار سنائي متكرر إمتى قوله في فصل الشتاء قوله في عز فصل الصيف قوله لما ينضاف للمية ملوسات قوله أي حاجة من دي إذا قدرت إنها تقاوم التغير اللي برا وتكون الغلاف الكايتيني في الحالة دي هتنشطر جوا عدة مرات ومش هتطلع إلا ما هتحسن الظروف في بداية فصل الربيع أصل الله عز وجل طبعا إن يكون ظروفك المتحسنة دي كمان إن شاء الله يوم على النتيجة هتطلع إن شاء الله بقى وتقول لباباك أنا كنت عامل بيتشيته والنتيجة كويسة فأنا براحتي بقى ورفع أما بقى لو كانت وإن شاء الله مش هتبقى كده إن شاء الله تبقى كويسة ندخل من الانشطار السنائي على التجدد التبرعم خلينا نقول التبرعم الأول التبرعم عندنا قلنا في نوعين من الكائنات الحية قلنا التبرعم بيبقى فيه وحيد الخليزة فطر الخميرة وهنا البرعم بعرفه إنه هو بروز جانيبي جميل إيه الفرق بقى في البروز الجانيبي أخد بالك أنا براجع مش بشرح بالتفاصيل عايزك تاخد الفنيات أهم حاجة البرعم ده بيبقى أول طبعا بينمو تدريجي واخد بالك في الانشطار السنائي لما تكلمنا على الانكسام الميتوزي بيحصل بنكون الفرد جديد في مرحلتين انكسام نووي في الأول ثم انكسام سيتوبلازمي بجيب النواة اللي هي رب البيت اللي هي الكنج في الخلية اللي هي ملكة الأعضاء وتديهم الأوامر دي بنعمل لها انكسام الأول وبنجيب منها نسخة بعد كده بيحصل انكسام سيتوبلازمي أصلي مش معقول هعمله بيت جديد عشان يتكسر فيه ومش معقول هو الشخص نفسه اللي هيروح للبيت الجديد ده باعتبره النواة طب العفش اللي حواليه بقى هيقعد على الفاضي لازم بقى يبقى مكونات السيتوبلازمي وراه متكون داريته بقى وريبصوماته كل مكوناته يبقى انكسام نووي الأول ثم انكسام سيتوبلازمي كذلك في الفطر الخاميرة بيحصل نفس التقريبا بتنقسم النواة ما يتوزين إلى نواتين مختلفتين في الحجم خد بالك أنا قلت مختلفتين في الحجم ما قلتش وحدة صغيرة وكبيرة في عدد الكروموسومات ما يتوزي حضرتك يعني بدي النسخة تبك الأصل من المعلومات الورصية يعني لو كانت خمس كروموسومات فرضا يعني يبقى فيها ميت جين يبقى الجيدة فيها ميت جين لكن حجمها صغير واحد يقولك إزاي يبقى حجمها صغير وفيها نفس الجينات أقولك هو أنت لما تولدت كان حجمك قد إيه كنت طفل لا يتعدى عشرين تلاتين سنتي مثلا سابعين سنتي يا سيد الفكرة هنا كنت انت بالستة واربعين كروموسوم كابلين ولا لأ يبقى ليس لهناك علاقة بين حجم الكائن اللي جاي وعدد كروموسوماته لازم يكون عدد كروموسوماته خصوصا وإحنا بنتكلم في تقاصل لجنسي لازم يكون عدد كروموسوماته ثابت فعشان كده الفرق الوحيد أو الفرق الشائع والمشهور عن التبرعم وعن الانشتار السنائي إن التبرعم بيدينا خليتين مش متساويتين في الحجم واحدة صغيرة وواحدة كبيرة لكن في الانقسام الميتوزي بقى في الانشتار السنائي كان بيديك متساوى في حجم إيه وحجم إيه عدد الكروموسومات وفي حجم الخلية كمان عشان كده لو ودك بقى لسؤال نظام حديث ودك عمود أطول من الثاني وقال لك دول كائن انشطر أو كائن عمل تقاصر آسف الكائن اللي عمل تقاصر ده والعمودين دول مختلفين حسب الحجم أقول له مين؟ هقول له التبرعم طب لو قال لك العمودين دول مختلفين واحد كبير واحد صغير في عدد الكروموسومات هقول له لا يمثل أي صورة من صورة التقاصر لأن عدد الكروموسومات في الفرد الجديد سواء كان التقاصر جنسي أو لا جنسي على فكرة لازم يكون مساول الفرد الأبوي فعشان كده قلنا التبرعم ده في التبرعم برضو في عديد الخلايا يا أولاد تكلمنا على الهايدرا والإسفينج وتكلمنا أن الهايدرا بيطلع منها خلايا بينية بتعمل البرعم الجديد لازم تعرف أن الخلايا البينات ذكرت في منهجك مرتين اتذكرت مرة في التبرعم لما عمل التقاصر لا جنسي وهتتذكر قدام يا أولاد في الخصية في الإنسان لما كانت بتفرز هيرمون التستسترون مختلف مرة في جنسي ومرة في لا جنسي أعرف معلومة مهمة جدا أن الهايدرا والإسفينج اللي اتنين يقدروا يقوموا بثلاث صور من صور التكاصر التكاصر لا جنسي بالتبرعم شوية هنقول بعد شوية تجدد وبعد شوية هنقول أنه يتكاصر جنسي تعرف أن التكاصر الجنسي لما تقوم به الهايدرا وتقوم به الإسفينج بيبقى بسبب ظروف قياسية ولا ظروف غير مناسبة قال لي ظروف غير مناسبة ليه بقى؟ قال لي أخد بالك التكاصر الجنسي احنا قلنا الهايدرا والإسفينج هو بتعمل تكاصر جنسي لما تكون الظروف وحشة عارف وحشة في إيه؟ إن ما فيش مية عارف وحشة في إيه؟ لما يكون مش لاقي أكل يبقى يفتكر ظروفها مناسبة تعمل لا جنس لأنها كانت بسيطة أما الجنسي ده الاستثنائي يبقى تكون إيه بقى؟ في الاستثنائي تكون الظروف فيها غير مناسبة كده احنا خلصنا التبرعم وخلصنا الإشتر السنائي ندخل على التكاصر بالتجدد التكاصر بالتجدد طبعا التكاصر بالتجدد إن شاء الله يعني نكمل إن شاء الله في وقت تاني أنا كنت مبسوط جدا جدا إن أنا كنت معاكم بس يعني هنحاول نطبق كده سؤال أو سؤالين إن شاء الله على اللي احنا قلناه ونكمل التكاصر اللاجنسي لو كنتوا استفدتوا إن شاء الله هنكمل التكاصر اللاجنسي في حلقة تانية ومش هنسيبكم إن شاء الله هنكمل معاكم منهجنا إن شاء الله على قد ما نقدر عشان نرتقي بزهنية قادرة إن هي تعمل الفارق إن شاء الله في امتحان آخر السنة حاسب لكم إن شاء الله أسفل لينك البرنامج على قناة اليوتيوب الباور بوينت بتاع الحلقة وعشرين سؤال إن شاء الله اللي هجواب لنا عليهم في اللينكات هنطلعوا لي جايزة ونقول لي اسموا على الهوى مباشر بس يا ريت يا ريت يا ريت تفكر في الأسئلة بشكل كويس جدا لأن هتلاقي عشرين سؤال بعشرين فكرة أنا كنت ممسوط جدا جدا كنت معاكم محمود ردوان مدرس الأحياء والجولوجيا ترجمة نانسي قنقر